لما نسأل في اليوم على الرقابة أنا بس أريد أحكي بلغة الأرقاب أنا عندي في الانتخابات الفاتت وطبعاً أكو زيادة ضيب فوقها مليونين واربعمائة شاب ما بين 2001-2002-2003 كان عندي بحدود 5400 عفو آسف 54,432 أعيد 54,432 صندوق انتخابي بس شوف هذا الرقم وكان عندي مراكز الاقتراع بحدود 8,877 مركز اقتراع إذا تريد تخلي مراقبين أمم المتحدة على مستوى الصناديق الانتخابية فيحتاج لك يا أخي 54,432 موظف أما إذا تريد تخليه على مراكز الاقتراع فيراد لك 8,877 طبعاً هذا الرقم خرافي ماكوش رقم يعني مستحيل تجيب مراقبين على العدد ولكن الحل شنو يعني لازم أنه لقفت حل وسطي الحل الوسطي هو المشاركة الحقيقية للمواطنين بالرقابة عندنا بابين كلش مهمات للرقابة هي الرقابة كوكلاكيان سياسي أو براقب يكون ضمن منظمات المجتمع المدني هذه الباب إذا قدرنا نخلي شبابنا الواعي شباب اللي شارك بتشرين بثورة انتخابية حقيقية موجودين صدقني هو الحارس الحقيقي للعملية انتخابية أما إحنا تعويننا على الرقابة الأممية فالرقابة الأممية بالمناسبة الرقابة الأممية شون تصير عندهم يعني الرقابة الأممية أو أي منظمة عالمية تريد تراقب عندها معايير أولا تسألك هل كان من حقك الانتخابات هل أهوية الناخب من حق المواطن هل أنه في صندوق الانتخابات كان أحد واقف يم هذه التفاصيل تسألك يا طبعا هذه التفاصيل مو مهمة ومو ديش المهمة بقد ما يكون المواطن نفسه موجود يم الصندوق الانتخابي أخي ماك واحد حريص على مصلحتك أكثر من عندك زين استاذ دريد لكن هذه رسالة أولتها لكل ناخب جميل لكن حضرتك بهذه قضية الرقابة هاي مثيرة لهم بالانتخابات الأمريكية تدري عندنا حزبي يعني الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري والجمهوريين اعترضوا يعني وترامب تحديدا يقول إحنا نريد راقب الصناديق وكذا وما دي يخلونا وتدري هو حزب واحد دي نحجحنا اليوم إحنا كم حزب استاذ دورايد من هو اللي يراقب منه أسا الثوار يراقبون على عين وعلى راسي مو هذول هم الجماعة الكتل وغيرهم والأحزاب يقول لك أنا همين أريد أراقب بالتالي تدخلت في القضية يعني إلها أول ما إلها آخر ما تعتقد هاي قد ما ترهم بطبيعة الحال بالعراق طيب شنو الضرر إذا زادت عدد المراقبين واختلف نواعهم شنو الضرر وين الضرر بالمشكلة كلنا نوقف نراقب صندوق الانتخابات احنا ما قلنا نلزم صندوق الانتخابات ولا قلنا نجير لجهة بل قلتنا الراقبة خلي الكل تراقبة بالنتيجة إذا تعددت أشكال المراقبة فالكل راح تكون حريصة أحد أهما يراقب الثاني بالعكس هذا مصدر قوة مضعف اشتركوا في القناة